السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم تابعيني الأعزاء في قناة نانية لايف معكم احنا نعلي مدربة تنمية بشرية وتطوري الزات وأخصائي نفسي وباحثها في العلاقات الروحية النهاردة هنتكلم على طاقة الألوان طاقة اللون الأبيض وطاقة اللون الأسود اللي ما سمعش قديوهات باقي الألوان موجودة في قويم تشغيل على القناة قويم التشغيل طاقة الألوان ممكن ترجع تسمعها إذا حابب لون معين أتمنى منكم دعم القناة بلايك وشير وسبسكرايب اللي مش راكش في القناة يشترك في القناة يفعل الجرس للك كله عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله اللون الأبيض طبعا احنا عارفين إن اللون الأبيض ده رمز للنقاء والحيوية والوضوح كمان الشخصية اللي بتفضل اللون الأبيض هي شخصية متزنة وعقلة ما بيقفش في وشها أي شيء ما عندهاش أي مشاكل بتهوى تعدد الأصدقاء وجميع صدقاتها بتكون نجحة وهي أساسا شخصية محبوبة ونظرا للطفها وعزوبتها وأدابها ده اللي بيجذب ليها الآخرين وبيخلي صدقاتها نجحة اللون الأبيض مرتبط على الدوام بالشفافية والنور والدوق والوضوح وده على الرغم من إنه هو لون متحجر وغير قابل للاختراك ولكنه لون نقي وصافي وآنيق واللون ده بيلازمنا في حياتنا ومناسبتنا بيرمز للحقيقة والبركة والإنسجام حتى هتلاقوا إنه هو لون حمامة السلام وحتى عند السلم أو الهدنة مع أي حد بيرفع الراية البيضة أتلم عنه بقى في الدكورات في الدكورات الداخلية في البيت بيعطي جو من الراحة والهدوء وبيشمل كمان كافة ألوان الطيف الضوئي ومن ننساش إنه هو بيستخدم لعلاج مرض السفرة وخاصة للمصابين من الأطفال بيها حديث الولادة هتلاقوا إنه هما بيصلطوا الضوء الأبيض الشديد عليهم فوق منطقة الكبد ومن هنا بيتم الشفاء بإذن الله وكمان الأطباء بينصحوا بيه مرضى الضرن بالتعرض في الضوء الشمسي القوي وارتداء السياب البيضة اللون الأبيض ملوش أي أثار سلبية لأنه هو بيستخدم في التهداء وتقوية الأعضاء وخصوصاً جهاز المناعة يعني بيقوي من جهاز مناعتك نيه بانتكلم عن اللون الأسود وده لون مطلق وغير موجود في ألوان الطيف ودد اللون الأبيض ولكن بينطلق من المواد المخدرة والسامة وبيسموه لون القوة لأنه بيعطي إحساس بالقوة والثقة بالنفس ولكنه محبط للشهية يعني إذا عايز تنقص وزنك أو عايز تنقصي وزنك افرشوا طاولة الطعام بغطى أسود بمفرش أسود وممكن حتى كمان الأطباء تكون أطباء سودة دي هتخلي تقفل نفسيتكم من الشهية اللون الأسود هو لون الغمود والأسرار هو عميق ومخيف ويرمز إلى الأسف والتحدي معا طبعاً إحنا عارفين إن فيه ناس كتير بيقال إن اللون الأسود هو سيد الألوان وهو لون حيادي لا اختلاف دلالته نهائي والبحث عن اللون الأسود تقتضي البحث عن اللون الأبيض بسبب التعارض القائمة بينهم تأثير اللون الأسود نفسياً على البناء آدم اللون الأسود زي ما قلنا بتربطه علاقة بالقوة والأناقة والرسميات وبيعطي شعور بالعمق وكمان هو لون الاكتئاب أو الإغراء على حد سواء وبينتشر استخدامه هذا اللون طبعاً معروف في بلدنا العربية كرمز للحداد كمان بيرمز للتقاليد ويدل على احترام النفس والاعتزاز بيها محبين اللون الأسود اللون الحاد زو إرادة قوية وبيعرفوا كيفية فهم الآخرين وهم كمان بيكونوا غامضون جداً وبيحبوا إن الناس تحترم خصوصياتهم وحياتهم الخاصة وبيعرفوا كويس قوي يحترموا حياة الآخرين أما اللي بيقراهوا اللون الأسود ده بيكونوا بيحبوا المرح والدعابة ومقبلين على الحياة ومبهجها وبيحبوا الطبيعة وما بيشعروش بالملل أبداً وبتلاقيهم كده كل شي حولين منهم بيصير اهتمامهم لو اتكلمنا عن اللون الأسود في ملابسنا وكسسوراتنا فهو سمة رائعة من الأناقة والبساطة والجاذبية والأسود أساساً في ديكورات الأساس فهو فخامة المنزل اللون الأسود بيرسم لوحة ساحرة من الرقية والجمال والفخامة كمان على أركان المنزل يعني لو خليتوا الدكورات خفيفة شوية السوات فيها بتكون شيء جداً لكم أن تتخيلوا كده منظر الأمر بدون سماء هتكون بالسواد فقط هل سيظهر جمال الأمر حينها؟ لا يمكن هل ستتلقلق النجوم لتخطف أبصارنا بروعتها؟ استحيل هل ستبهرنا أضواء الشموع بدون سواد الظلام؟ أبداً هل سيظهر جمال المدن بأضواءها الرائعة؟ دون سواد الليل؟ عشان كده الأسود ملك الألوان بلا منازع الألوان فعلياً كتيرة ومتنوعة ومختلفة برونقها وجاذبيتها لكن مهما كان اللون باهت بلمسة سودة كده بيتقلق جمالاً وبإضافة صحرية للون الأسود بيبهر الأنظار بروعته خليها نتكلم عليه على تأثيره الصحي اللون الأسود يعني لا لون والأسود بيمتص الدوق وهو معروف عنه أنه هو دوره الحماية اللون الأسود هو حلو جداً جداً لدرد الدقات السلبية يعني لو هتقابل شخص سام أو شخص سلبي أو شخص حسود البس اللون الأسود لأن اللون الأسود بيخفي كل شيء وبيظل الأعضاء الجسم وبيريحها كمان اللون الأسود بيبعث على النعاس بيساعدك على النوم كده أكون خلصت الأوديو مرسي جداً لكم بشكركم أتمنى بينكم أن تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته